بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي طلاب الصف العاشر حياكم الله درس اليوم الدرس السابع والعشرون طبعا أحكام تلاوي وتجويد تطبيقات على الوقف طبعا تحدثنا في حصص ماضية عن الوقف وأنواع الوقف وتحدثنا عن الوقف الحسن والوقف الكافي والوقف القبيح الآن موجود أمامنا آيات من صورة الأعراف من آية 80 إلى آية 93 الأصل أن نقوم بتلاوتها مراعين أحكام التجويد والتلاوة وما تم أخذه من أحكام من أحكام النون الساكنة والتنوين وبالإضافة إلى المدود المد المنفصل والمد المتصل بالإضافة إلى أنواع الوقف متى يكون الوقف جائزا ومتى يكون الوقف غير جائز ومتى يكون الوقف حسنا أو يكون الوقف قبيحا طبعا هذه الآيات القرانية الموجودة أمامنا مطلوب منا تلاوتها تلاوة مراعين أحكام التجويد والتلاوة كما قلنا نبدأ بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم نلاحظ الوقف الموجود عنده كلمة قريتكم طبعا مكتوب فوق صلة يعني أن تصل أو لا والوقوف جائز ولا بأس بذلك إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطران أيقفنا يا أخوان هان جائز وذك منها أيضا جائز وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا أي وقف أيضا جائز ولو كملت أيضا لا بأس بذلك وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحياء ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عيو عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قالوا أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إذ عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظيم طبعا حبائبي النص موجود أمامنا بدأت تستخرج من الآيات القرآنية السابقة مثالا على كل مما يأتي الوقف الاختيار التام الوقف الاختيار الكافي الوقف الاختيار الحسن وأيضا تبين أي الكلمات التي تحتاط خطف الجدول يعد الوقف عليها وقفا قبيحا وكذلك التلاوة البيتية الموجودة أمامنا ارجع إلى المصحف الشريف إلى صورة المائدة وأن تقوم بتلاوة طبع الآيات من 7-8-6 مراعية ما تعلمتهم من أحكام التلاوة والتجويد وأن تستخرج من الآيات القرآنية السابقة كلمتين يعد الوقف عليها من الوقف القبيح واكتبهما في الجدول الآتي هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله